ماذا عن انعكسات هذه الفتوى عندما تصدر من محكمة العدل الدولية انعكستها ايه على القضية الفلسطينية تحديدا؟ اثرها كيف سيكون؟ انعكسات مهمة جدا لانه اولا كما اشرنا لا تستطيع اسرائيل ان تستمر في الادعاء بان هذه ارض متنازع عليها وانما هي ارض محتلة وان اسرائيل قد انتقلت من احتلالها هذه الارض الى نظام استعماري كولونيالي ومن ثم نظام فصل عنصري بكل وضوح هذا رغم ان اسرائيل حتى هذه اللحظة ترفض ذلك وهناك بعض الدول الاخرى التي ترفض التقارير التي صدرت عن مؤسسة بيتسلم الاسرائيلية لحقوق الانسان الهيومن رايت واتش وابنفستي انترناشنال فيما يتعلق بان اسرائيل قد اوجدت نظام فصل عنصري في الارض الفلسطينية المحتلة هناك كان رفض مطلق هذا الرأي الاستشاري سوف يؤكد بان ما ترفض اسرائيل وبعض تلك الدول غير صحيح وانما هناك فعلا نظام فصل عنصري قد اوجدت اسرائيل في الارض الفلسطينية المحتلة الدول التي كانت تقف وتساند وتبرر ما تقوم به اسرائيل من سياسات ومن اجراءات بحق الشعب الفلسطيني طوال كل تلك السنوات لن تجد لها مناص من الاعتراف بان هذا الرأي الاستشاري له ثقل القانوني واهميته القانونية في القانون الدولي وبالتالي هذه الدول سوف يجب عليها ان تعيد وتراجع موقفها من القضية الفلسطينية ومن استنادها الاعمى لدولة الاحتلال نحن نعتقد تماما بان هذا الرأي الاستشاري الذي سوف يصدر عن محكمة العدل الدولية سوف يكون له اثر البالغ في اولا في القانون الدولي وفي صياغة القانون الدولي وفي الشرعية الدولية واولا وثانيا بانه سوف يجرد اسرائيل من كل ادعااتها القانونية والتفسيراتها المختلفة للقانون الدولي ولي الاتفاقيات جينيف وثالثا ان تلك الدول التي كانت تحمي اسرائيل وتبرر ما تقوم به اسرائيل ضمن مفاهيم مختلفة لن تستطيع الاستمرار في مثل تلك المواقف هذه التعرية الكاملة للموقف الاسرائيلي هو الذي سوف نستغله ونستفيد منه كدولة فلسطين في تقديم بعد ذلك عديد القرارات كان ذلك في الجمعية العامة للمتحدة او في مجلس الامن استنادا الى ذلك الرأي الاستشاري الذي لا يستطيع بعد ذلك احد ان يصوت ضده لانه في النهاية هو رأي اعلى محكمة اممية في العالم قدمت رأيا مستندا الى القانون الدولي وبإجماع قضاة تلك المحكمة